السلام عليكم فوائد نوات التمر لا تقل أهمية أبداً عن فوائد الثمرة نفسها هيا بنا نتعرف على هذه الفوائد من أبرز فوائد نوات التمر هذه الآتي أولاً فوائد نوات التمر لجمالك إن احتواء نوات التمر على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمواد الغذائية قد تجعل لها فوائد تجميلية عديدة وركزت العديد من الشعوب العربية مؤخراً على فوائد نوات التمر للجمال لتقوم باستخدامها بطرق عديدة ومتنوعة وتتلخص فيه تنعيم الشعر وتطويله استخدام مطحون نوات التمر بعد مسجه مع زيت زيتون يساعد حقاً في تنعيم الشعر الخشن وتطويله فهو يقوّب صيلات الشعر تقوية الحواجب إضافة زيت الخروع إلى مسحوق نوات التمر ووضعه على الحاجبين يساهم بشكل ملحوظ في تقوية الحواجب يقاوم التجعيد أن نوات التمر يمكن أن تساعد في التقليل من التجعيد التي تظهر على البشرة بالإضافة إلى تقليل عمقها لذلك فهي قد تكون أحد طرق مقاومة التجعيد صنع كحل العين تستخدمها العديد من النساء لصنع كحل العينين وذلك بعد تحميس نوات التمر وطحنها من ثم وضعها بالشكل المعتاد داخل جفون العينين ثانياً فوائد نوات التمر الصحية لا تقتصر فوائد نوات التمر على الجمال فقط بل إن غناها بالعناصر الغذائية المختلفة جعل لها العديد من الفوائد الصحية والتي تتمثل فيما يأتي تساعد في محاربة نزلات البرد المزعجة فهي تحتوي على عناصر غذائية مقاومة للفيروسات حيث يتم مسج مسحوق نوات التمر مع العسل وتناولها لتسريع عملية الشفاء من نزلات البرد وحتى محاربتها تساهم في تفتيت حص الكلا والمرارة حيث استخدمت نوات التمر منذ القدم كوسيلة للمساعدة في تفتيت حص الكلا والمرارة وجاء هذا الاستخدام بسبب احتواء النوات على أحماض أمينية وحمض يدعى لكسالك تساعد على علاج مقدمات مرض السكري كما أنها تسهم في التقليل من خطر الإصابة بمضاعفات الإصابة بالسكري مثل أمراض الكبد والكلا صنع قهوة نوات التمر بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نوات التمر عن طريق تحميصها ثم تبريدها وطحمها تماما كما يتم وطحم القهوة للحصول على قهوة لذيذة خالية من الكفين وغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة كيف يتم استخدام نوات التمر لتتمتع بفوائدها؟ هناك عدة طرق لاستخدام نوات التمر والحصول على الفوائد المرجوة منه وتتلخص هذه الطرق فيه استخدامها بدلا عن القهوة كما ذكرنا سادقا إضافة مسحوق نوات التمر إلى العصير الطازج إضافة مسحوق نوات التمر إلى الكعك أثناء صنعه كان هذا نوات التمر فوائد صحية وجمالية مع كيفية الاستخدام تم السلام عليكم